اشتركوا في القناة 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 نظفوه رقم ألف الكاغت يعني البابير برازيف ميل حكوهم ليح بكاغت الأحرش رقم ألف يعني يعني اللي هو فيه يعني اللي هو ضعيف على الأخر اللي هو يعني دوب يعني يمسح ونحضروا المادة بتاعنا هذية الباتارو دي سموها بالفرنسية ويعني اللي هي المعجون هذية فيه النوع الأحرش زيادة وفم النوع الأرطب يعني خفيف وقوي يعني انت نوعية سيباب بعد ما ننظفوه كما قلنا المكان الفالف المكان السيباب والدوائر وكل شي ونحضروا سيباباتنا اجدد او الاقدمة او مستعملين نحضروا المادة هذية المعجون هذية ونحضروا هذية الفونتوز اللي هو كما تضغط يعني حاجة فيها تعمل شوية ضغط في في الراس متاحها هذي نجو نحط المادة او نبدو بالمادة الحرشة نحط المادة الحرشة زي ما هذيك زي ما هي هذيك ندوروها بمكان الرداج بمكان السياج لأن هذا مكان اللي تخدم عليه الفالفل تخدم عليه السيباب مكان اللي هو باش تحكم به الضغط يجب يكون هي هي العمية متاحها زي ما تحكم الضغط ما تخلش فيه تنفيذ بكل هذي المادة نعملوها باش تعاوننا على المكان انه هو نمسحوه يعني مسح على الاخر باش الضغط يكون قوي في في السيباب طبعا حطوا المادة هذية زي ما هي هكا من نوع الاحرش الاولا اللي هو الخشين اللي هو الاحرش اللي هو يعني مهوش مهوش ارتب على الاخر يكون احرش نحضروه على الفالف اللي هكا من برعة سيباب كما هيك يعني نحطوه دوروه دور الداية هكا بالفالف نحطوه المادة هذية اللي هي باتارو دي هذية يعني المادة اللي هي فما نوعية من الزيت هذية ممتازة اللي فيها نوعية من الزيت يعني مع المادة فما نوعية يعني فيها معها الزيت وفما نوعية ما معهاش الزيت هوم الافضل تحط يعني اذا كان نوعية اللي عندك ما معهاش الزيت تدهن شوية زيت تخلط شوية زيت في المكان اللي بتاخد منه انت المعجون هذية فتعروا دي نزيدها شوية زيت او شوية مزوط مش تلسقها هنا ويجي كراتب او تعاونك بعد ما نحطو المادة هذيك نبدو ننفوه يمين ويصار هذية بدينه كما تشوف هنا في الصورة نفوه بدينه يمين ويصار يمين ويصار يمين ويصار يعني 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 عاش حوالي عشرين ثلاثين مرة انت والكلاس انت ومكان السياج هذية اذا كان السياج هذية احرش استثمه ممنجب يعني فيه ثقوب صغيرة او فيه حروف او كده ياخذ وقت شوية بالاحرش يعني ياخذ شوية وقت بالاحرش كنت تدور يمين ويصار دي يسموه رداش وننفك السيباب ونعمل طلع انا عندي هذي هنا مثلا ما زالت يعني تو عطيتها ضربة بالاحرش باهي يعني الاحرش مشامعها كويس ما عاش نحتاج للاحرش بش نعطيها ضربة بالارطب بعدها بش نعني ضربة فنيسيون ضربة يعني زي ما تقول تكبيرا يعني اللي هي بش نكمل بها العملية شوية وحيانا الفنطوز هذا ما يمسكش في السيباب وفي الفلب ينزيدوه شوية ريجة يعني من فم الانسان يعمل شوية ريجة يدهن بش ريجة مش الفنطوز هذا يولي يحكم معاش يتنحها من المكانه يعني في الريجة متعباني قادم عندها نوعه كما تعطي كما يعني حماية للكاوتش هداية بش يكون ضغط يعني مفيش مشكلة مفيش باس يعني مفيش باس يعني مفيش خاطر احيانا نتاج الكاوتش هداية او او الفنطوز ما يحكمش السيباب بجذاء نزيدوه شوية ريجة بالشيبال لي يحكم السيباب ونخدمو به وهذا نعمل شوية ريجة هنا في المكان هداية سوى من جيهة كبيرة او نصيرة احنا من الاحتياج لانها انواع فيه الفنطوز انواع انت والسيباب فما صغيرة فما المتوسطة فما المتوسطة فما الكبير منها فما كبيرة المكان اللي احنا مش نحتاجونه نعمل فيه شوية ريجة شوية يعني الريق من تعبني ادم من فمه شوية يدهن به ويحط بشي 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 تصير العملية زي هادي هيك بش تحكم الفالفو يش يمسك معاش يتنحب المكانه لانا الاغلبية انت تتلفي يمين ويصار تلفي يمين ويصار وهو يتنحب من مكانه ولهذا يتعب البني ادم ويقلق بالطريقة هذي وله يحكم اكثر وبعد ناخده نبن ناخده ايمين ويصار ايمين ويصار ايمين ويصار لانه زي حتى لانه يعني المكان اللي حشنا به يعني يطبع مكانه وياخد مكانه الصحيح وتنحب منه الحاجات الحرشة هذيك او السقوب او الاماكن المتسخة يعني ايمين ويصار ايمين ويصار يمين ويصار ينضاف نجبدو السباب متاعنا ونشوفوها نقارنوها بين الأول مرة وبين ثاني مرة لأول مرة وعلى حطناها هي جديدة ما فيهاش حتى مشكلة أو نظيفة نظفناها إذا حتى المستعملة إذا كان هي نظيفة مهيش متاكلة وإذا كان هي مهيش رهيفة يعني مش محفرة أول ضرب عملناها شفتوا هدية باللحرش عملناها باللحرش واللي يعني يبان أنه عمل علامة في مكان معين وأحسن حاجة يعني اللي هي السباب تكون مليحة تكون العملية هدية متاع الحكام في النص بالضبط يعني لا فوق على الآخر ولا لط على الآخر كل مكان في الوسط كل مكان أفضل كل ما قربت للهناء للأخر يعني يعني تكون تعبانة وكل ما طلعت لهناء تكون أحسن شروعي يعني عندك حاطة اللي حشيت للحرف هنا مش مشكلة يعني تناجي بتمشي معاك السباب هذيك وما فيش مرح يتسأل إنسان ساعد يقول لك علش مختار نعمل في الحالة النعملية هذية لأن النعمل النعملية هذية متعرضة للسباب لأن أحيانا تسمع بسيارة تمشي ترويسي لاندرا أو ثلاث شمعات أو شمعتين أو تقطعت له مثلا كما هذا كي تتقطع الكاتينة أو الحزام تعوج السباب هذيك هذا من أثرة يعني تقطيع الحزام متع المسنن هذاك أو الكروات شان أو الكروات شان هذيك منتع المحرك اللي هي بالشغل المحرك هذيكم معاك نعم什么 عملية هذي لا يعني لا يعني نراجعهم نغيروهم كيف نغيروه نعمل العملية هذيك التي هي بردة Habit أو تصير حالة كيف هي يمكنك أن تvoll候 الحريمة Here thực正 هذه محرقة بالكامل هذه نسموها محرقة بالكامل هذه نصف نصف كيف هذي تغير هذي كيف كيف محروق هذي تتغير فيها فهم هذه شوية seus قمت يمكنك أنضف واحدة فيهم طبعا في الحالة الهالية يعني برشة الناس يسألوا ايش نعمل في الحالة الهالية اذا كان المحرك متاعك قديم يعني قديم برشة يعني وانت ما عندكش باش تصلحه كيف تعمل العمية متاع الرداج سوبوب هذه تعمل بالأحرش فقط باش ما يعملش ضغط كبير تعمل بالأحرش فقط ما تعملش بالرطة او تعمل معه السجمونات اذا كان المحرك مش ماشي برشة اكثر من ربعين الف كان المشي اكثر من ربعين خمسين الف ما تنفعش مع هذه العملية يجبك تعمل ريفزيون او تغير محرك وماذا بيكم يعني تمنعوا المحركة كون انت الكعبة التي تتحرق او تتعوج تبدلها هي وركة فقط تعملش كل خلط لما تعمل كل تسبب مشكلة للمحركة او يأكل زيت مثلا انت وانا هذي نحكي هذي حالة خاصة لانا سنك كل بيسطان فيه خمسة فلافل نحكي على اثنين من الفلافل او او اربعة من الفلافل يعني ماذا بيكم الكعبة اللي تتعوج الوحدة اللي تعوج الفالفل الوحدة اللي تعوج نغيرها الا هي حتى ولو نشري جديد حتى ولو نشري جديد كما هذي مثلا اذا كان نشري جديد او اثنين اللي نحتاج لهم كما هذي مثلا اذا كان نشري جديد او اثنين بركة وبعد ذلك نجرب بالصبان الجاز او الماء او كده نشوفها ليس تسرب بعد ان نرجع الشمعة ونسكر السيبوبات نصب شوية جاز او بنزين ونجرب اذا كان هناك تسرب كبير نكمل ركب على روح في حالة كما هذي شوفتو هنا السياج ونمشيش مع هرودار شوفتو احوال معوج في الحالة هذي يجب ان ناخدوه للخراط وعملنا له مسحة نسموها مسحة السياج المسحة السياج المسحة عند الخراط عند التورنير الحالة كما هذي اذا كان هما الثلاثة هذة هما لبس عليهم حتى ولو اضربوا مكان ضرب شتوت كسرت خرجتوا ضربة المكان هذا نشوفوا هذين المكان هذين نظفوه ونغيروا هذي بس اذا كان هذي معها مثل اثنين هذا مثلا كلاس كما هذة مش مشكلة الضربة مجيش في الحاشية مكان الجوان هذه الضربة هذة ما تأثرش يعني نظفها الخراط المكان هذي نظفها الخراط وتغير الفالف هذي وفقط كان هذي ومعها هذي إذا كان معوجة وتمثث ونعمره داجل لوحدة بركة ونركب على الروح لا يوجد مشكلة هناك حالة أخرى مثلا هذا يسموها يعني سيباب يعني الترشقة يعني تنجم 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 من الاستعبال ومن الحرق ومن السرعة المفرطة يعمل الحالة هذية في الحالة هذية من ضرورة نغير المشفقة ونحن نغير الشفقة ونغير هذية ونعطيها اذا كان الشمعة هنا تبين بيضة ونستطيع الوزد لا يكون المحرك نحن نخدم هذه فقط وبلا حرش ونخدمها باللحرش ونعطيها كأنها عادية ونغير واحدة ونغير لربعة ونغير محروقة فقط كذلك حالة مثل هذه نغيرها فقط وضربها بالأحرش نغير سيبابات ونركب عادي ولم يوجد مشكلة نرجع للموضوع كون سيبابات يحضروا من الرداج سيبابات بهيل بالرطب نركب نركب على النظف نصيحة نصيحة يجب أن تغسل الكلاسة التي عملت فيها المادة هذه المعزون تغسلها بالضغط يجب أن يكون عندك نظفها بالهواد بالمزوت بالماء بالضغط لأن المادة هذه تنزل على البستون تأكلها والمطور يجب أن تغسل هذه ممتازة وهي ممتازة ممتازين كما هي هذه هذه جديمة وهذه جديدة وهذه جديدة وكما هي لا تغسل المحل تغسل المعزون وهذا يجب أن يتخذ منهم وفي المزوت هذه السيارة في الديازل تحرق السيباب في الديزل يجب أن تحرق السباب هذه الباهية ممتازة لا يوجد إشكالية هذه الباهية تحب الضربة بالأرطب يجب أن يزيد الضربة بالأرطب يجب أن نعرف سبب كلمة صفق هذه الباهية ممتازة في الظربة بالأرطب وهذا أحرش هذه الباهية ممتازة من الزربة بالالغة بالأرطب وهذا أرطب اذا كان فرص و تدريده المشاهدات والقعضة هذا الشيء من خشين و يظهر الى ثامة يأتي بشيء نظيف تقعد فيها بعض الهاتف أن تقوم بفيها لتحضر و لكن بسبب كعبة بركة و موتور تجعل فيها مثل هذه و تمشي عادية و لا تؤثر على المحرك اشتركوا في الخشينة بركة انظروا ماذا يوجد هنا هذه الحريفات للصغيرين هناك محرك قديم لا تتخاف منه لا تتخاف منه واحدة بركة سفباب بركة المحروقة تعملها واحدة حتى لو تشري 4 أو 6 أو 10 تعمل المحروقة فقط وتجرب ان شاء الله افدتكم بالموضوع ان شاء الله ينفعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته